بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواني الكرام مرة اخرى هنجي بعد كده بقى نشوف احنا ممكن نحط نيم جديد يعني نسايف الفايل او نعمله تشانج للنيم بتاع بحيس ان هو يسايف باسم جديد فطبعا ديات ممكن ان احنا نقول مثلا هنا هقول والله النيم وعندي الاي اكس تي فادول كده بس ده طبعا هتكون سترينج وده هيكون طبعا سترينج مش قرية بحيس ان انا هخزن النيم هنا والاكستنشن هنا وابدأ اخد القيم اللي هتيجي من هنا منتاز فبالتالي انا هنا في الستور عندي الستاتيك نيم هتديلو الفروم نيم والاكستنشن بقى محتاجة جيب الاكستنشن الاكستنشن احنا لو جينا عملنا ضمب للنيم ده تعالى كده مسلا نقول ان انا عايز اضمب وهروح اعمل استور كده هيديني النايم محتاجة اجيب الاكستنشن اخر الاكستنشن عندي اللي هو ال .png فالنيم هنا عندي لو جيت طبعا فرض ان الفايل فيه اكتر من . احنا عايزين نجيب اخر . فممكن اقول له اكستنشن لدوت والادي الفايل الفايل نيم طيب مبدئيا هجيب الفايل انفو واعمل اكسبلوت كده وهاجي هنا الفايل انفو . وهجيب منها القيمة الاولى اللي هو النايم ممتاز محتاج بقى اجيب الاكستنشن هاجي هنا هقول له الاكستنشن وهاجي هنا هقول انا عايز الاند اخر حاجة هقول كده الاند اخر حاجة في القرية فبالتالي لو جيت عملت دمبل الاي اكستي و جيت هنا عملت ريفرش هاجي لدوت بي انشي ممتاز جدا فبالتالي هاجي هنا انا محتاج بقى اجيب الاستاتيك ليه النايم دوت بالشكل ده كده الاستاتيك الاي اكستي فبالتالي ده كده الاوريجنال النايم محتاج بعد كده ان انا ابدل في حالة ان انا عندي نيم جديد هروح امدي له النايم الجديد واعمل فممكن نعملها ازاي اولا انا محتاجة على النايم اللي هيتحط هنا في حالة ان انا ممكن في الستور اقول له خد النايم الجديد بشكل معين وابدأ ادي له الاسم الجديد وادي له الاكستنشن فبالتالي انا ممكن ااخد بقى الكلام ده كت واروح هنا في الجزء ده وهنا عندي الفايلس هجيب كده منها الفايل نيم بالشكل ده كده بدا الفور و ادي النايم منتاز فبالتالي انا بخزن كده البيانات فمحتاج اقول له public static افوان static function هاتلي الاي اكستي او الاكستنشن فهعمل return لي الاي اكستي اي اكستي وهجيب الاوريجنال نيم هاجي هنا اقول original name فهجيب برضو النايم ممكن اجي هنا اختصر اقول الاي اكستي وهجيب هنا النايم على الطول فكده اصبح عندي الماثدس جاهزة طبعا دي هتريتيرن string ودي اورادي هتريتيرن string ودي ايات هتريتيرن الاوبجيكت لو نفس الكلاس فممكن احط الدوكيمنت هنا كده ودوكيمنت كمان هنا وكمان الدوكيمنت على store وايه ايه تاني نشيل بقى الفار دمب طبعا خلينا بس نكمل مع الفار دمب نشوف هجيبي الاكستيشن ولا اقا لما اجي اعمل كلا dinero اقا لت Bhag Sad Championships جاد لب اجيب النايم اعمل corresponds هجيب لي النايم اذا كده محتاج محتاج ايه محتاج اعمل Record jag بحيس ان انا يضطسر على الجزئية دي فهنا يمكن اقول له يجيب النايم وهيب إلى صفلة النايم عليها والحط الدوكيس ازاي انا خلاس ممكن ماحتاجش الدوكيشد ممكن محتاج الدوكيشد وممكن احتاج الدوكيشد فخلينا نحط دلوقتي بس نشوف النام الجديد هقول النام الجديد طبعا هيكون وبشكل افتراضي في حالة بقى ان النام اف ان النام نوت امتي اوكي هاوفر رايد على الستاتيك نايم اقوله ايكوال النام فبالتالي لو جيت بقى هنا على الهوم كنترولر فهاجي هنا انا ممكن بقى افصل دي كده في فاريبل هقول الفايل وهديله الفايل بالشكل ده واجي هنا اجيب النام واد الفايل هجيب منه النام ممكن حط نيم جديد هاجي هنا هقول مسلا ماي فايل سوري ماي فايل اوكي واجي هنا بقى في الستور ابدأ ابعت المسار او ان انا سيت النام خلاص عمل سيت النام اعمل بقى هاجي هنا هقول النام بتاعي ستور بالشكل ده وبلاش خلينا اقول فايل يبقى انا كده عملته اوور رايد ممكن هاجي هنا بقى اشيل الكلام ده لو انا احتاجت النام خلاص احتاجت ومحتاجتوش خلاص ممكن اقول ماي ايميج واحط مسلا راند واقول له مسلا يحط اي رقم عشوائي بالشكل ده فبالتالي انا ممكن اوقع في الريتر واخليها بس على هنا على الستور فبالتالي لو رجعت مرة تانية على المنطقة دي عملت ريفرش هنا بيقول لي ان المفهود ان الستور ابعت بقى فيها المسار فهقول له ماي ايميجز ماي وسلاش الامج او ايميجز هيعمل لي تو فولدر فانييجي هنا على الستور نبص اديت ديتا فولدر انا بقى هعمل فولدر جديد دلوقتي اعمل ريفرش اهو جاب لي الماي ايميج وحطيني الراندم وهو كل شوية يغير لي النام طبعا ده هنا احنا واقفين في الستور واعمل دمب في الجزئة دي هنشيل بقى الدمب ونشوف لما اجيب الباص بشكل كامل تعالى نبص كده مع بعض اعمل ريفرش قال لي وان ازا كده هو اعمل كريت لي الماي فولدر وجوه الماي ايميج وادي الصورة واخدت النام الجديد وبكده يكون خلصنا الجزئية بتاعة الرينام للفايل ولو حبيت اجيب الاكستنشن براحتي بقى يعني ممكن احط الاكستنشن لكن احنا نخليها كده بشكل افتراضي بيرينام الفايل ممكن اقفل بقى الرينام دي خالص واجه ارفعه بالاوريجنال نيم هعمل ريفرش هيجي هنا نبص هلاقي ان هو بيرفعه بالاوريجنال نيم فممكن انا احط نيم مختلف واو اعدل زي ما انا عايز طيب ده كده بالنسبة لالفايل ممكن بقى نيجي نستغل لجزئية الهيلبر دي هنا في الجزئية بتاعة الال ونعمل في حالة ان النام دي قامت هيجيب لي الال اوكي انا محتاج بقى اروح للال هنا واقول في حالة ان انا عند الكاونت بتاع القيم اللي جاي لي زيرو هروح اعمل ريتيرن لالسلف طيب انا هنا في الال دي لما اجي هنا في الهون كنترولر خلاص بس هوقف الجزئي دي كده ونبص مع بعض بقى هقول ان انا عندي ان انا هفارضم الريكوست عشان بس نشوف الفكرة ممتاز تعالى كده نشوف هيجيب لي الحالة بتاعتي الري زيرو اذا كده هبدل بقى في الال هقول له في حالة ان اه الى الالكاونت اللي جاي هنا بتساوي تساوي او اكبر من زيرو هاتلي الريكوست الس نيو سلف عشان اخليش اتغالي جزئية الفايل فبالتالي ممكن اجي بقى هنا هقول له هاتلي الفايل اهو هاد الفايل واشغل عليه كل حاجة سوري دي الفايل ماشي هقول له الفايل الامبوت نيم بتاعي وابدل بقى بحيس ان انا مقولوش الريكوست ده بالشكل ده هقوله الفايل كده بالشكل ده على طول فابدل بقى واشيل بس اعمل كده ونشوف مع بعض لما اجي اعمل هيديني ده معناه ان هو كده خلاص اصبح الريكوست فايل بيعمل فممكن بقى امسح انا الديتا فولدر وامسح الماي فولدر بكل محتوياته ونعمل من جديد على طول هيعمل لي ادي الماي اميجس وجواه الماي اميج ممكن في عندي بلت ان مثلا اا فانكشن ممكن استخدمها اسمها يونيك اي دي هاجي هنا هقوله اا يونيك بريبا انا فاكر الاسم ده اوكي اا هقوله ان هي هتكون وممكن اخليه يراندم عليها طيب تعالي نشوف كده لما اعمل ريفرش وصابمت اوكي تعالي نبص كده ادي الراندم نيم الجديد طيب فهيكون ده الاسم تعالي كده نكبر اهو ده الاسم تعالي لما نعمل واحد جديد كده اوكي هينزل لي طيب هو هنا اهو بيبدل وهنا مديني اسم وعمالي يهندل هو الاسم بنفس الحالة طيب ياخد ارقام فقط ممكن اقول له والله يخليهولي كمان بالشكل ده يعني ياخد بتاعت الديت واخدناها في ناتي بابل كده وينزل لي الاسم بتاع الفايل على اساس ان هو طيب فيعن الامور الحمد لله مزبوطة وجزال فل لما فيش ايها مشكلة فيها لما اجي اعمل ريفرش اهو اوكي ممكن اخليه بقى بالفايل كامل بحيس ان انا لو حبيت استخدم ده وهو راجع اه في النهاية عشان اخده وحطه في الاتابيز فممكن اجي هنا بدلا ما اقول له بقى طيب في الستور ماثود بدلا ما بيرجع لي بوليون ممكن اخليه يريتيرن الباث اللي انا هرمي فيه فهاجي هنا هقول له هات للفايل ممتاز فبالتالي لما اجي اعمل ريفرش هيجيب للفايل بس انا انا محتاج بقى الباث فقط يعني هو هنا كده انا محتاج من اول الجزئي دي فنحلها ازاي ممكن نحلها بان احنا نجيب بالشكل ده ونجيب بنفس السلاش بتاعتنا كده ونحل المسألة بشكل نهائي نعمل ريفرش فهو اقدي الماي و اقدي الامج و اقدي الكلام ده كله ممكن اجي بقى في البداية هنا واقول له خد الستوريج يعني اجي هنا اقول له خد الستوريج بس انا مش محتاج الستوريج ممكن بس اللهم اني ممكن اجي اعمل اه ال تريم للجزئية دي عشان احط له السترينج ويشلي اول سلاش من المسارجات جات مجاتش خلاص هعمل ريفرش فيبقى ماي امج بالشكل ده واخد الباص واخذينه في داتا بيز بعد كده ابدأ اخد المسارج ده واقول له يورل ستوريج احنا عاملين شورت في البابليك لسه ما عملناش ممكن نعمل حاجة اسمها ستوريج لينك ونربط البابليك ده بشورت كوت هنا بحيس ان اي فايل هندع عليه من المسار ده على طول يجيلي لكن ده هنشوفه مع بعض في درس القادم وبكده يكون احنا خلصنا الحالة بتاعة الفايل بالستور بكل حاجة هيكون بقى عندنا الخاصة بالفايل سواء كان انا عايزة امج ولا عايزها اا وليكن او او انا احط معين واخليه يسكان عليه امور كتيرة جدا مليانة حاجات دي بتخلينا اا نبقى افضل في اللي احنا بنعمله احنا بنتعلم لو بنلاحزة احنا بنتعلم ان احنا نعمل ديزاين باترن نعمل ديزاين باترن فرم سكراتش ونبني بالشكل جدا وبكلين كود يعني اسطر صغيرة جدا بتعمل لي حاجة كتيرة جدا والموضوع يعني هيكون في امور احسن من كده لكن اللي عايز اقوله ان احنا في النهاية بنعمل ده عشان نطبق ونعرف يعني ايه بيتش بي ويعني ايه او او بي ويعني ايه ام في السي ويعني ايه ديزاين باترن فبنحط كل الكلاسز اللي هتساعدنا واحنا بنشتغل عشان لما نيجي بعد كده نشتغل على ايه فري مورك يعني عندك فري مورك زي لارفل ده اشهر فري مورك في بعض الحاجات انا بشرحها هنا انا متعمد ان هي هتكون زي الفري مورك لارفل عشان تبقى فاهم الكونسبت طيب هل هي بالزبط نفس اللي موجود في لارفل لا طبعا بس انا بشرح لك الكونسبت اللي هتقابله قدام طبعا عندك عندك فالكون عندك ي عندك اه 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 كيك او كيك بيتش بي فري مورك كل دي موجودة ممكن انتقابلك في الشغل فتبقى لما تبقىmod شغال على فيمورك تبقىmod انت عارف هتروح تبص فين وعلى ايه وازاي وديه انت عاملت ازاي مهم جدا تشوف اكواد غيرك ده هيتطور منك في المستقبل الاكتر لكن احنا هنا برضو بنأسسك كويس وبنخليك تفهم يعني ايه كود ويعني ايه ويعني ايه ديزاين باترن بشكل سامبل وبسيط ونقف على كده وان شاء الله نشوف مع بعض ماذا سيحدث في الدهس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته